لطالما أن للعراق دوره التاريخي في تغيير مسارة سياسية وأمنية واقتصادية فإن لعبة الفوضى والحروب والإرهاب خرجت منها بغداد بما يذكر بماضي الخبرة السياسية لذا فإن فتح الأبواب المغلقة الذي قاده العراق رغم عدم الإفساح عن التفاصيل والخفايا كان له دوره الفاعل في تغيير أكثر المستحيلات في المنطقة بداية الخيط الذي كشفها مركز الروابط للبحث والدراسات الاستراتيجية عن تقارب سعودي إيراني يغير المستحيل إلى واقع أكثر هدوءا كان للعراق خطه الفاعل فيه والذي قاده ويقوده مصطفى الكاظمي اذ تحدثت عنه الصحف العالمية منذ بداية مجواره الحكومي على أنه العراقي الوطني وها هو اليوم يقود مجددا سفينة التهدئة لأجل العراق قبل أي شيء وما يريده البلد الأكثر تعرضا للمواجهات على أرضه والأطماع فيه أن ينعم باستثمار فرص العلاقة الواطنة بينه وبين دول الجوار والإقليم والعالم وأن يتحول إنتاج الخلف إلى إنتاج التعاون المشترك الذي ينعكس على أرضه بما ينهي فوضى الوكالايا والنفوذ الذي يحقق فتنة أجندات خارجية هنا وهناك كل هذا لا ينهي فرضية طموحات إيرانا نووية التي لن تتوقف في فيينا برأي خبراء المعادلة الإيرانية إنما ستبقى مطار تهديد وقلق من خلال رعايتها للميليشيات في المنطقة العربية وخاصة في العراق واليمن ولبنان وسوريا وهذا حادث يأتي على لسان المخابرة الأمريكية التي تؤكد سنة مقبلة من المعارك على حساب العراق وهو ما لا يريده البلد ولن يسمح به فكان خيار الطاولة والقلم والمفاوضات على استقرار وسلام هو الحل الأمثل نحو استقرار سياسي وأمني واقتصادي ليس للعراق فحسب بل لشعوب المنطقة كافة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر